اه حكينا عن الانجنز الصغار وبعدنا عم نحكي عن الانجنز الصغار وهالمرة حنحكي عن الانجن الصغير طبع هارلي ديفيدسون. هايدي هي اصغر بايك باللاين طبع هارلي ديفيدسون. ستريت رود سبعمية وخمسين. حكينا عنا من قبل. عنا رجع نحكي عنا مرة تانية. لانه كتير بحب انا شخصيا كتير بحب له هايدي البيك. وبدي لعالم تعرف شو هي هايدي البيك عشان يجوا يجربوها وبعدين يقرروا ازا بدون عشان يجربوها وبعدين ترز يجربوها ازا ازاو عشان. سر ساوشيان يجربوها حادرا مستهولة انه يعفوها بجانبوها وامروا ازاوها بالفعل. سرى سعكي عشان يجربوها. سرى كتير بحبه وامر انها كشم الحاوشيان سرى يجربوها بالفعل. سرى وضعها من صفحيان سرى وكل انا من أعرفهم على احتفالها أحتاج البيك لحاجة البيك أعدامه en مع اصطبقها في اليه المبال Danny this Streetrod is basically not one of the youngest babies of Harley It's also like you said, it's the smallest engine so it's a 750cc engine Now if you look back into the history of Harley you know about the Vrods yes So the 750 motor is running on the same scenario which of what the old V-Rod should be It's a water-cooled motor It's not like all the older model Harley's which are air cooled That the revolution X motor that's in this 750 cc. It's quite a bit more. I would say And if you compare it to added three iron or 1,200 sports that type of thing And it's just because of the way that the water cooling you can generate a bit more rpm الجهاز يستمر من المجلوبات التي توجد في هذه المناطقات في البيت يوجد من المناطقات من هذا الموضوع الموضوع في الولايات المتحدة لكنه توجد فقط إلى هذه المناطقات إنه سيطي بي نعم 100% إنه سيطي بي إنه سيطي بي إنه سيطي بي إنه لكل مفتاح من جهاز كما تقول إذا ه öğ rose yeah and that signal for signal. It's got a drag bar, it's got mid control so that you are like sitting in assets in a race position and then it's got added extras. For instance, for a very small bike has tabs on all the bits and pieces that you need on a normal double seat that you can take somebody with. And then it's also got a preserve of course. I think I have tried it. وهذا أعتقد أنه عندما تفعل هذه السيارة عندما كان لديك من هذا التعب كان هناك هدفت كافي راسي أعلم ونحن نعود ذلك بالنسبة لك ونحن نحن نجزي للجميع الأمور ونحن نغطي الرجال ونحن نعطيه ومع الجميع منه ونحن نعطيه مع الملحلة 750 The 750, like I said, is that bit of everything. But they target it specifically to say, we want the younger generation also to have that thrill of owning a Harley Davidson. We want the younger generation to have that momentum of getting into their first bike. ثم تباوزهم على تلك المراحل تقريباً إستخدمه لتعبطى ممكن لتعبط من المراحل هذا كان المنصف لتجمع هذا الوقت تجمع هذا الوقت ومع المراحل والمراحل وفرصة لطيفية لطيفية سترطة الوصف على كم نظر المرحل هذا الوقت يرحل هذا المراحل هذا المريض من قبل أن يدعم رائع بقوة من هذا عبنة الاشتراك في أعöff التالي هذا الموضوع العديد من الهاتف سوى مجموعة سوى يستخدم هذه السبعة السبعة مجموعة رائع لEJ تحتوي على هذا المناطق وقد خطتتك نفسي للحلي دavidson أنا هذا سيحن مترجمة هذا العديد بداية اعجبهم هذا هالبدا الذي يتصاره من جميع هديل و تجليده من هذا العمل يسلسل طبعا السفر العمالك وربقت المنزول هذا وجهه يملك عملته وتنسل We've spoken about this bike a full episode in the past time and we explained how the people how the design came to life and what was the origins of the design and what was the link between this bike and the cafe racing and the younger generation. كل ذلك كان في قصة الأخيرة ولكن نريد أن ترى هذه المساعدة لأننا نعلم أن هذه المساعدة لك للحديد من هارلي ديفيدسون لنرأيها ونرأيها ثم تخلص لك شكراً لك سألت